السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي أسئلة فيزياء للصف الثالث متوسط لخصت الفصل الثاني لخصت الفصل الثاني هسه يعني فقط الفصل الثاني وإن شاء الله فصل فصل حدي ألخصه هاي عيني الفصل الثاني زين أكمل ما يأتي خلينا نقرب شوية أكمل ما يأتي أو أخطر من بين الأقواس طبعا هاي تلخيص الفصل الثاني للفيزياء نزل الصف الثالث متوسط نصف السنة يمثل المجال المغناطيسي بالرسم بخطوط تمتاز بأنها غير مقفلة أو مرئية شوية لأن الكتابة ما واضحة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي خارج المغناطيس هي تتجه الإجابة الثالثة مو غير مقفلة ولا مرئية تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي خارج المغناطيس المواد التي تنجذ بالمغناطيس القوي تجاذبا ضعيفا مثل التيتانيوم تدعى الدايومغناطيسية الفيرومغناطيسية البارومغناطيسية هي البارومغناطيسية المواد التي تتنافر مع المغناطيس القوي تنافرا ضعيفا تدعى فراء والتي تنجذب بالمغناطيس الاعتيادي تدعى الدايومغناطيسية تصنع المغانط الدائمة من مادة الحديد المطاوع لأنه حاصله الفولاذ من الفولاذ يتم الكشف عن خطوط المجال المغناطيسي باستعمال برادة الحديد لولبوصلة لولبرة البوصلة برادة الحديد يفقد المغناطيس مغناطيسيته بالطرق القوي والتسخين الشديد يعني هي بالطرق عدة هي الطرق القوي والتسخين الشديد هنا كتبت لكم بس فقط اسم الصفحات قارن بين المواد الدايومغناطيسية والفيرومغناطيسية الدايومغناطيسية والفيرومغناطيسية موجودة صفحة 34 صفحة 34 كيف يمكنك أن تمغلط المواد الفيرومغناطيسية بطريقة التقريب بطريقة التقريب صفحة 42 وضح بنشاط الكشف عن خطوط المجال المغناطيسي باستعمال برادة الحديد صفحة 40 ما الفائدة من الحافظة المغناطيسية ومن أي مادة مصنوعة صفحة 43 على ماذا تعتمد مقدار قوة المغناطيس الكهربائي صفحة 43 تصنف المواد وفقا لخواص المغناطيسية إلى عدة أنواع عددها مع مثال لكل واحدة منها هنا المواد المغناطيسية الخواص المغناطيسية صفحة 34 الخواص الفيزيائي المغناطيسية ما هي استعمالات المغناطيس صفحة 33 ما المقصود بأبرة البوصلة أبرة البوصلة صفحة 34 القطب المغناطيسي صفحة 36 المجال المغناطيسي صفحة 39 الحافظة المغناطيسية صفحة 43 ما المقصود بالمجال المغناطيسي مع رسم مخطط يوضح شكل خطوط المجال المغناطسي لساق مغناطسية المقصود بالمجال المغناطسي صفحة 39 أي لا والله المجال المغناطسي صفحة 39 أي متى يفقد المغناطس مغناطسيته صفحة 43 وضح بنشاط المجال المغناطسي يمكنه النفاذ من خلال جسم الانسان او يمكنه النفاذ من خلال المواد طبعا هاي تجربتين لو هاي لو هاي هنا النفاذ من خلال جسم الانسان صفحة 40 وهذه الورق المقوى وي المي صفحة 41 هاي عيني اسم الصفحات هذني وهذني كتبت لونكم يعني الحل بس هذني اسم الصفحات وبالتوفيق ان شاء الله